مع حلول شهر رمضان هذا العام عاد الجدل في المغرب من جديد حول عقوبات المجاهرة بالإفطار وسط مطالبات بإلغاء القانون الذي يعاقب المجاهرين بالإفطار بالسجن لانتهاكه الحريات انتهاك هذا القانون للحريات الفردية كما يقول منتقد هذا القانون وتدفع النقاشات السياسية لإلغاء الفصل 222 الذي يعود إلى فترة الاستعمار الفرنسي وترفع شعار الماكلة ماشي جريمة أي الأكلة ليست جريمة الأكل ليست جريمة هذه المادة طبعا وفق معهد دولوز يعاقب الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي كل مسلم يجاهر بالإفطار في رمضان بشكل علني من دون عذر شرعي يعاقبه بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرى ما قدرها مئتا دران يدعو المعهد لإلغاء القانون لما له من تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني ولممارسته للضهادة الجسدية واللفظية على المفطرين تحت غطاء القانون على حد وصفه في عام 2022 اعتقلت السلطات المغربية هذه الصورة اعتقلت السلطات المغربية زبائن مطعمين في الدار البيضاء بتهمة الإفطار العلني بعد شكوى تقدم بها السكان الشرطة ضد صاحب المطعم يقول يوسف داعي وهو مدير معهد دولوز للتحليل السياسات إنه طلب من برلمانيين من حزب الاتحاد الشراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار عقد لقاءات رسمية لمناقشة إلغاء هذا القانون وأكد المعهد عدم تجاوب أي حزب سياسي رسمي بشأن دعوته التي جاءت بشكل ودي وليس لقاءات رسمية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي تفاعل مع القضية قضية طرح هذا القانون للإلغاء أو إلغاء قانون الذي يحارب أو يجرم من يفطر في رمضان ويجاهر بهذا الإفطار فاطمة قالت نحن نعيش في دولة إسلامية تحت إمارة المؤمنين ولسنا في دولة علمانية من أراد أن يفطر في رمضان فليفطر ولكن ليس بشكل علني لكم دينكم وليدين يجب احترام المجتمع الذي نعيش فيه بكل تجلياته الدينية والاجتماعية مهد إبراهيم هذه هي مهد إبراهيم موشي جديد عليكم تلحأوا الغلط وتروجوه تحت اسم حرية التعبير أما التغريدة الثالثة لعهدل فقال صادف أن عشت أياما في الدار البيضاء ذات صيف حار وكان ذلك خلال شهر رمضان وخبرت معاني الحصار الذي تمارسه السلطة وكذلك الذهنية العامة في المغرب طبعا هو يحاول أو يدعم محاولات إلغاء قرار المجاهرة بالإفطار في رمضان في المغرب تتفاوت عقوبات أو قوانين العقوبات عقوبات الإفطار العلني في الدول العربية بعضها لديه نصوص عقوبات قانونية واضحة بعضها الآخر لا توجد لديه قوانين واضحة بينها دول ومناطق يخضع الأمر فيها للتقاليد فقط والعادات أو طبيعة الحياة المحافظة أو اجتهاد من يحكم المنطقة حتى ففي تونس مثلا والجزائر ومصر لا يوجد نص صريح يجرم الإفطار العلني في شهر رمضان لكن يمكن إصدار تعليمات بمعاقبة المفطرين بحجة الإخلال بالأداب العامة أو إغلاق محال بيع المأكولات والمشروبات في سوريا كان هناك قانون قديم يجرم الإفطار العلني في شهر رمضان لكنه كان معطل التطبيق يمكن استخدم مرة واحدة فقط أما في مناطق المعارضة فيمنع الإفطار العلني تماما لأنها غالبية من يسيطر على تلك المناطق لهم توجه أو رؤية دينية في الأراضي الفلسطينية لا يوجد قانون خاص يمنع الإفطار العلني لكن الأمر ممنوع في قطاع غزة لأسباب دينية وفي العراق يعاقب المجاهر بالإفطار بالحبس خمسة أيام ويستثنى من ذلك المرضى والمسافرون أما في السعودية فيعاقب القانون بالسجن والجلد والإبعاد للوافدين أما إذا وقع في شهر رمضان بشكل علني إذن المسألة ليست فقط مجرد حبس هناك أيضا جلد للمفطر والإبعاد للوافد إن كان من الوافدين في قطر العقوبة تتراوح بين السجن والغرامة أو إحداهما وليفرق القانون بين المسلم وغير المسلم جدل الإفطار العلني في شهر رمضان يحتدم النقاش فيه كل عام ويتداخل فيه الديني والاجتماعي والإخلاقي والقانوني والمحلي والدولي والأعراف والتقاليد وبينما تعتبر بعض السلطات والنخب الدينية والاجتماعية المحافظة الإفطار العلني في رمضان مساسا بمشاعر المسلمين الصائمين ترفض أصوات أخرى فرض الصيام بالقوة وتطالب بالحق في المجاهرة بالإفطار العلني بوصفه حقا من حقوق الإنسان هناك صوت ثالث يعتقد أن الصيام أمر شخصي بين الإنسان وربه ولا وصاية على الفرد لا من المجتمع ولا من الدولة مدام الأمر ليس فيه ضرر للآخرين أو انتهاك لحقوقهم ترجمة نانسي قنقر سعねد 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 سع customer سعねد 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 شكرا